هل إردوغان خليفة للمسلمين أم سلطان عثماني أم رئيس محافظ لجمهورية علمانية أم هو مجرد شخص انتهازي متسلق؟ هل هو ديكتاتور أم ديمقراطي؟ هل ندعمه وندعو له أم نعاديه وندعو عليه؟ أهلا بكم في هذه السلسلة التي نخصصها لمراجعة مسيرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السلام عليكم سأحاول في هذه الحلقات أن أقدم قدر الإمكان مراجعة موضوعية لمسيرة إردوغان نحن هنا لسنا أمام سيرة ذاتية لشخصية سياسية نجحت بالوصول إلى السلطة فقط بل أمام تحولات تاريخية مفصلية وجوهرية وأمام تطبيق عملي لنظريات وأفكار صاغتها عشرات العقول في الشرق والغرب وذاقت الكثير من المعاناة قبل أن تحقق أهدافها وأيضا نحن أمام شخصية جدلية جدا أراء الناس حولها تتنوع بين العداء والتقديس ومن كل الأطياف والجهات هذه المراجعة سأقدمها في عدة حلقات وهي بالمناسبة ستكون حلقات طويلة مليئة بالمعلومات وتحتاج إلى تركيز وسأتناول فيها المحاور التالية أولا مؤامرة إسقاط الخلافة المتمثلة في الدولة العثمانية التي كانت عاصمتها في الجمهورية التركية الحالية ثانيا الحرب التي شنتها السلطات العلمانية المتطرفة في تركيا على الإسلام ثالثا محاولات الإسلاميين في أنحاء العالم الإسلامي لاستعادة الخلافة ثم محاولات بعضهم للتخفيف من طغيان العلمانية على الأقل رابعا كيف استفاد إردوغان من فشل الأسلافه وكيف أتقن اللعبة قبل أن يخوض معاركه السياسية خامسا مراجعة للنظريات السياسية التي وضعها مفكرون استراتيجيون غربيون عن مستقبل علاقة الغرب بالعالم الإسلامي منذ نهاية الحرب الباردة ونشوء النظام العالمي الجديد ثم بداية الألفية الجديدة وكيف استغل إردوغان هذه المنظومة بنجاح سادسا كيف نجح إردوغان في حماية السلطة بعد أن حصل عليها سابعا تقييم الشخص لإردوغان هل هو خليفة أم سلطان أم رئيس الجمهورية علماني أم ديكتاتور أم كل هؤلاء معا أم لا ينطبق عليه أي شيء مما سبق ثامنا مواقف العرب من إردوغان رسميا وشعبيا وتحديدا مواقف الإسلاميين منه تاسعا وأخيرا بعض الانتقادات التي تشوب هذه التجربة على كل عيوب الدولة العثمانية كانت في رأيه أفضل الموجود كما كانت الدولة الأموية والعباسية وكل الدول التي جاءت بعدها هي مملكة إسلامية لها حسنات وسيئات كانت تحكم بالإسلام وتطبق الشرع وتحمي بيضة الدين والشعب وتفتح الفتوحات وإلى آخره لكنها بالمقابل ملكيات وراثية انقلبت على الشورى منذ استخلف معاوية ابنه يزيد وحولها من راشدية إلى كسروية وقيصرية أو بالأحرى أعادها إلى الملكية التي كانت سائدة بين العرب قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسس للحكم الراشدي الذي لم يستمر طويلا الملوك مثل كل البشر يجمعون الخير والشر مثل أي واحد مننا لديه معاصي وحسنات بعضنا يستهين بارتكاب بعض الكبائر لكنه يقوم الليل ويتصدق والكثير من الخلفاء كانوا هكذا يشربون الخمر ويقتلون معارضيهم بل بعضهم سفكوا دماء آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهكوا الحرمات مع ذلك كانوا لا يضيعون الفرائض ويحرصون على تحكيم الشرع ويشجعون العلم والعلماء ويطبقون العدل في عموم الدولة حتى بعضهم كان يبكي من خشية الله لما يسمع موعدة إذن علينا أن نكفعنا التفكير بطريقة المفاصلة بين أبيض وأسود وخصوصا في حكمنا على الناس وعلى التاريخ نعم هناك قتل وظلم وجهوة سلطة وهناك أيضا عدالة نسبية ونشر للإسلام وحماية للمسلمين مع الأخذ بعين الاعتبار أن فتنة القوة والنفوذ وضرورة حماية الدولة واستقرارها لها أحكامها وهذا يشبه أي دولة حديثة لأوم مثلا أمريكا رأس الديمقراطية وحامية الحريات اليوم فيها فصل بين السلطات واحترام للدستور والقانون ولكن في المقابل نحتاج لحلقات طويلة كي نعدد مظالمها وازدواجية معاييرها وهذا يبرر أحيانا بضرورة الأمن القومي وملايين الأمريكيين الآن يعترفون بجرائم حكوماتهم المتعاقبة لكن يقولون أن الديمقراطية تبقى كمفهوم أفضل نظام حكم متاح أما التطبيق فهو شيء آخر ونحن نقول أيضا الإسلام كوحي إلهي هو مقدس لكن تجارب التطبيق تشبه إشكالات ونواقص وعيوب ويتحمل مسؤولية هذه العيوب المقصرون في التطبيق الدولة الإسلامية كانت تواجه تحديات وجودية من أيام الصحابة ومن أيام عبد الله بن سبق ثم الانقلابات الداخلية والحركات السرية والباطنية مثل القرامطة والحشاشين وظهور دولة شيعية منافسة على يد الإسماعاليين العبيديين الذين سموا أنفسهم فاطميين ثم كوارث المغول والتتار والصليبيين لكن بفضل الله كل هذه الإخطار لم تقضي على الدولة الإسلامية بأشكالها المتعددة وكان دائما هناك سلطان أو خليفة أو سمه ما شئت وهناك مؤسسات تحكم باسم الإسلام وتقطي بالشريعة الإسلامية وتجبي الزكاة وتحفظ الأوقاف التي تشكل مجتمع الأهلي وتقدم الخدمات المدنية واستمر كل هذا المضع بكل تحدياته إلى أن انقلبت كفة الحضار على المستوى العالمي ودخل المسلمون في حالة سباة طويل بالتوازي مع استيقاظ الغرب من سباة العميق وبدء المؤامرة الدولة العثمانية أنجزت مثل الدول الإسلامية السابقة إنجازات كبيرة وربما تجاوزت ما قبلها مثلا فتحت القسطنطينية وهي معقل الكنيسة الأرثوذكسية وعاصمة الإمبراطورية البيزنطية العريقة وفتحت أوروبا الشرقية كلها ووصلت إلى أبواب فيينا لكن كما يقول ابن خلدون الدول كالإنسان تشيخ بعد الشباب ولما تصل إلى القمة والعظمة تسقط في الدعاء والرخاء حتى يتكالب عليها الإعداء لكن انهيار هذه الدولة أثرت فيه مؤامرات داخلية كبيرة وبشكل أكبر مما تعرضت له الدول الإسلامية السابقة وبعدما ضعفت من الداخل انهارت عسكريا في الحرب العالمية الأولى والسبب أن القوى المخابراتية الأوروبية أصبحت في العصر الحديث أقوى مما سبق ولأن تفاوت الحضاري كان لصالح الغرب هذه المرة بعكس المراحل السابقة من تاريخ العالم الإسلامي ولأن الطغيان الداخلي أيضا كان هائلا حتى صارت الهوى كبيرة بين الشعب والسلطة ولأن مخططات بني إسرائيل التغلغل في أوروبا عبر الجمعيات السرية والطوائف المغلقة وهي بدأت من أيام الحملات السليبية هذه المحاولات نجحت أخيرا في القرن الثامن عشر بالوصول إلى هرم السلطة في عدة دول أوروبية لا سيمة بعد الثورة الفرنسية عام 1789 طيب كيف فككوا الدولة العثمانية وبالأحرى دولة الإسلام؟ بالبداية أنصحكم بقراءة كتاب ألفه سفير دولة رومانيا لدى الدولة العثمانية في آخر أيامها اسم الكتاب مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية من عام 1281 إلى 1913 هذا الكتاب من 600 صفحة لكن بعد الترجمة اختصره شاكيب أرسلان وأضاف عليه تعليقاته وسماه التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي قراءة الكتاب مرهقة جدا هو يقدم مئة مؤامرة من أيام الحروب السليبية يعني قبل تأسيس الدولة العثمانية وحتى عام 1913 أي قبل انتصار المؤامرة الأخيرة على يد أتاتورك بعشر سنوات ستشعر أن تقرأ الكتاب أن أوروبا لم يكن لديها هم آخر سوى غزو بلاد المسلمين وقتلهم أو تحويلهم للمسيحية ثم مؤخرا تحويلهم للعلمانية بفضل الله كان المسلمون واجهون كل هذه المؤامرات وإن فاشلوا في بعضها فكانوا يعودون للنهوض لكن النكبة الأخيرة مر عليها قرن وما زالت مستعصية حتى الآن من القرن السابع عشر بدأ انهيار الدولة العثمانية من الداخل إن غمس السلاطين وعليت القوم في الملدات ولمن يريد أن يرى بعينه أنصحه بزيارة قصر طرب كابي وقصر دولما بهجا وبقية القصور المفتوحة لاستياح في إسطنبول التدرج من حياة التقشف في عصر محمد الفاتح إلى منافسة الأوروبيين على الأبهة واضح جدا في هذه القصور أول ما حدث هو تراجع الهمة على الفتوحات التي كانت قد وصلت إلى وسط أوروبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب وفي حديث آخر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم لذلك لما يتوقف التوسع يبدأ التقلص وهكذا انتزع الروس والصرب بعض المناطق وما أن العثمانيين دخلوا بمنوشات وواصلوا القتال لكن كل المعارك كانت لاستعادة ما سبق وليس لفتح بلا جديدة فالقرن الثامن عشر اندلعت عدة معارك مع الروس والنمساويين وقاوم المسلمون وانتصروا عدة مرات لكن لجأ الروس في النهاية إلى خطة الفتنة الداخلية بتحريك المسيحيين في الداخل بنفس الوقت كان الغرب يخطو خطوات علمية كبيرة بينما المسلمين منشغلين بالحروب وتحت عنوان الإصلاحات استورد العثمانيون أنظمة إدارية وثقافية واقتصادية واجتماعية من أوروبا واستوردوا معها دون أن يشعروا الثقافة العلمانية والشعور بالهزيمة والنقص توالت الهزائم العسكرية على الدولة وتحالف الأوروبيون جميعا عن تكوين خلايا نائمة داخل الدولة العثمانية عبر الأقليات الدينية المسيحية وغيرها وللأسف بنفس الوقت كان بعض الصلاطين واصلون حياة الطرف بالرغم من هذه الأزمات وكانت المؤامرات والاغتيالات داخل القصور في أوجها بدأ التغلغ للماسوني رسميا في الدولة العثمانية مع تأسيس أول محفل سنة 1721 وكان هذا في إسطنبول ثم توالى تأسيس المحافل واستقطاب النافذين والمفكرين إليها كانت المحافل تسعى في أوروبا وأمريكا والدولة العثمانية في نفس الوقت لنشر الأفكار العلمانية وكبار منظري الفلسفات التي رسمت الخريطة الأيديولوجية للعصر الحديث كانوا كلهم تقريبا أعضاء في المحافل من لبراليين وشوعيين وعنصريين قوميين وانحلاليين إباحيين وغيرهم كل الأفكار اللا دينية كانت تطبخ هناك وتعيد سياغة أنظمة وسياسات وثقافات العالم كله وهذا جزء من النشاط المعلن وغير السري للماسونية بالتوازي كانت هناك طائفة تسمى يهود الدونمة تتحرك بكل الوسائل وهم فئة من اليهود العثمانيين المواطنين الذين اتفقوا على إخفاء اليهودية وإظهار الإسلام وقصتهم طويلة وتعود إلى حاخام يهودي اسمه شبتاي الزيفي ادعى في القرن السابع عشر أنه المسيح المخلص وبايعه يهود العالم ثم لما خاف من الإعدام أعلن إسلامه ومن بعده واصل أتباعه الظهور باسم الإسلام والعمل على تدمير الإسلام في الخفاء من الداخل يقال أن هذه الفئة هي التي لعبت الدور الأبرز في افتتاح المحافل الماسونية وإدخال الأفكار القومية إلى الدولة العثمانية وهذا كله بدعم غربي معلن أو خفي لذلك الكثير من الشخصيات العلمانية المشهورة في التاريخ العثماني وربما حتى الآن لا نعرفها إلا بأسماء عربية إسلامية بينما هي في الحقيقة يهودية صعد عبد الحميد الثاني إلى العرش سنة 1876 وكانت الدولة تسمى وقتها بالرجل المريض وربما كلها كانت تنهش في جسد هذا المريض وتنتظر لحظة موته حروب من كل الجهات وخيانات من الداخل وبعض الدويلات تنشق وتنفصل وتتحالف مع العدو وبنفس الوقت ظهرت الحركة الصهيونية وجاءت بكل جرأة إلى الخليفة لتطلب منه أن يبيعها فلسطين وقصة رفضه معروفة وفي عهده أيضا قفزت الماسونية قفزة كبيرة وتشكلت جمعية تركيا الفتاة ويترفع نفس شعارات الماسونية حرفيا الطريف أن أول مقرات هذه الجمعية افتتحت في باريس وبرلين قبل أن تفتح فروعها داخل الدولة العثمانية وكانت الخطة هي التغلغل في ضباط الجيش العثماني وتشكيل جناح سري اسمه تنظيم الاتحاد العثماني وهؤلاء جميعا كانوا يعارضون السلطان علانية ويستقبون بالغرب دون حياء في عام 1906 انضمت تركيا الفتاة مع التنظيم العسكري المتضخم إلى جمعية جديدة اسمها الاتحاد والترقي وكانت دورها تكرار تجارب المحافل الماسونية في إشعال الثورات الفرنسية والأمريكية وغيرها عبر استقطاب الضباط والنخب الفكرية والسياسية والمالية حاول السلطان عبد الحميد مقاومة هذه الجمعيات ونادى بفكرة الجامعة الإسلامية لكن لا حياة لمن تنادي كان العرب في أضعف مراحل تاريخهم والمؤامرات الغربية متغلغلة في كل شيء وكانت نخبة العرب في باريس تؤسس أيضا جمعية العربية الفتاة بعام 1911 من داخل هذه المحافل خرجت أفكار القومية العربية وبعد سنتين انعقد المؤتمر العربي وليس في دمشق ولا القاهرة ولا بغداد بل أيضا في باريس وبعد ثلاث سنوات انطلقت من الحجاز الثورة العربية الكبرى لما شريف حسين أخذ وعدة من أوروبا بأن منحوه الاستقلال ويعينوه خليفة فخانوه كما خان هو الخليفة وضاعت الخلافة على الجميع نعود للأستانة وهي عاصمة الخلافة وهي اسطنبول حاليا جمعية الاتحاد والترقي أجبرت عبد الحميد الثاني على تغيير الدستور وغيرت نظام الدولة كله وبالنهاية وصلت قوتهم في عام 1909 إلى أن دخل عليه في قصره اليهودي عمانوئيل قرسو رئيس محفل سالونيك الماسوني وسلمه باليد قرار عزله وتعيين محمد رشاد بدلا منه مع نفي عبد الحميد إلى مدينة سالونيك نفسها التي كانت معقل الماسونية وهي اليوم داخل حدود اليونان وكل ما ذكرته لكم من حقائق حتى الآن موثق ومعلن في مراجع العلمانيين والماسونيين هذه ليست مؤامر سرية يخجلون منها بل هي مصدر فخر لهم ومن يفزع من كلمة مؤامرة ويعتبرها وهما ونظرية خرافية وبرانوية عليها أن يقرأ فقط الآن خذوا هذه المفاجأة معظم الكوارث التي تلصق اليوم بالدولة العثمانية كانت تتم بيد جمعية الاتحاد والترقي ويهود الدولمة مثلا تهجير الأرمن كان بتدبيرهم اضطهاد العرب في سوريا ويلاد الشام وكل محاولات تترك العرب والشركس والأكراد والأرمن كانت على يد هؤلاء المجرمين جمال باشا السفاح الذي كان حاكما على العراق ثم على سوريا وحاول أن يحكم مصر أيضا معظم العرب حتى اليوم لا يعرفون أنه كان من ضباط الاتحاد والترقي وكان مشاركا في كل الجرائم السابقة بل كان ممن تآمروا لعزل السلطان عبد الحميد مع ذلك حتى اليوم وبعد مرور قرن ما زالت المناهج الدراسية والمسلسلات العربية تقدم لنا جمال باشا السفاح على أنه ممثل للاحتلال العثماني يلسقون هذه الجرائم والاضطهاد بالخلافة الإسلامية مع أنه هو نفسه كان عدو للخليفة وللخلافة أكثر من القوميين العرب المضحك المبكي أن الخوان دائما يتعاملون مع نفس العدو ويتصارعون فيما بينهم يعني تركيا الفتاه والعربية الفتاه كلاهما تعلم على يد الماسونية في أوروبا وبنفس المحافل وعلى يد نفس المعلم وعدوهم المشترك كان هو الخلافة والإسلام وحتى حملوا نفس الشعارات لكن مع فارق واحد الأولى حملت القومية التركية والثانية حملت القومية العربية وكلاهما بنفس التعصب وبنفس الحماقة ثم حارب كل منهم الآخر ووقع في نفس الفخ وما زال بنفس العقلية واليوم ترى حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي في تركيا هو الوجه المقابل تماما لقومية عبد الناصر وحزب البعث وكل الأشكال القومية العربية عندنا نعود للتاريخ وما بعد عزل عبد الحميد بقية القصة معروفة قامت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 واضطرت الدولة العثمانية المدهالكة للانخراط فيها وهي لا تعلم أنها ستكون نهايتها أثناء الحرب كان هناك ضابط من الاتحاد وترقي اسمه مصطفى كمال كان في الصفوف الأخيرة للمؤامرة ولا ينتبه إليه أحد ويرجح مؤرخون أنه كان أيضا من يهود الدونة يعني يهودي واسمه مصطفى تخيلوا كان يتم تصعيد هذا الضابط عسكريا بخطة محكمة وفي النهاية تولى قيادة معركة جاناك قلعة أو غاليبولي بالإنجليزية وتصدى لجيوش فرنسا وبريطانيا ومستعمراتها من أستراليا وغيرها وهناك شكوك في أنهم اتفقوا مع مصطفى كمال أصلا على الانسحاب والتظاهر بالهزيمة اللي يصبح هو البطل العسكري والوطني وانصحكم هنا بمشاهدة فيلم قليبولي من بطولة ميل جيبسون حيث نرى في نهاية الفيلم أن الضباط الإنجليزي والجهون أوامر غبية للجنود ويضحون بهم فيموت الجميع بالمجان انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 واحتلت الجيوش الغربية إسطنبول عاصمة الخلافة بدأت بذلك نكبة جديدة تماثل نكبة سقوط بغداد على يد المغول وسقوط القدس بيد الصليبيين بدأ المحتلون فورا بتقسيم جسد الرجل المريض ووزعوا بلاد العرب بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهذا بعدما وعدوهم بتحريرهم من الأتراك فخانوهم السلطان محمد وحيد الدين كان جالسا على عرش هزيل والعدو يحتل بلده اجبروه على توقيع معاهدة سيفر التي مزقت أوصال هذه الدولة لكن حتى يصعد البطل البديل رفض مصطفى كمال وأعلن المقاومة طبعا لم يقاوم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا معد الله لكن راح يقاوم اليونان الضعيفة التي كانت قد احتلت خلال الحرب أجزاء من الدولة العثمانية ودون الغربية جالسة تتفرج عليه حتى يصير بطل قومي أما السلطان فلا حول له ولا قوة انتهت المعركة وقال الحلفاء لليونان تعالي وقعي على تنازل للبطل مصطفى كمال عزل السلطان محمد ووضع عبد المجيد مكانه حتى يوقع على معاهدة لوزان ويتنازل فيها للغرب عن كل الأراضي العثمانية باستثناء تركيا يعني فقط جابوه حتى يوقع ثم خلعوه أعلن مصطفى كمال نفسه رئيسا للجمهورية التركية في أواخر أكتوبر عام 1923 كان يعيش صدمة الهزيمة والاحتلال لا يدري هل يحتفل أم يحتج هم قدموا له اللعبة كلها على أنها هزيمة للخليفة الضعيف أمام العدو والغربي وليست مؤامرة داخلية ثم قدموا له مصطفى كمال على أنه المخلص والبطل وماذا يريد المواطن أكثر من هذا وحتى يخلصهم البطل من كل آثار التخلف والضعف والهزيمة امتنى عليهم بنفي آخر خليفة في تاريخ الإسلام ونفى معه سلالة العثمانيين كلها كان مصطفى كمال في تلك المرحلة يقوم بحملة علاقات عامة كان يخطب الجمعة وكأنه شيخ ويلتقط صورا وهو مع المشايخ ويدعو ويصلي وفي كل مناسبة يقرأ الفاتحة والناس تؤمن على دعائه وفي كل جولاته كان يستحب معه زوجته لطيفة هانم بالحجاب والجلباب لذلك مجلس الأمة التركي الكبير لكان البرلمان قرر بكل سداجة أن يبايع الرئيس المؤمن لمنصب الخلافة لكنه طلب منهم أن ينتظروا قليلا كانت أمامه خمسة شهور فقط ليعيد كتابة التاريخ إخواننا في الهند كانوا عايشين في نفس الغفلة جمعية علماء المسلمين هناك كانت تسعى للاستقلال عن الانتداب البريطاني وإعلان الولاء لمصطفى كمال كسلطان وخليفة نشطت الجمعية الهندية مع علماء ومشايخ في مصر لتقديم خطاب رسمي إلى مصطفى كمال يطالبونه فيه بالقبول بأنه خليفة البند الأول يقول حرفيا المجاهد الأعظم مصطفى كمال باشا يجب عليكم التفضل وقبول الخلافة وذلك لأجل حمايتنا نحن الناس الأسرى من التفرقة البند الثالث كان يقول نحن الهند لا نستطيع أن نعمل مع المصريين ولا مع الحجازيين ولا حتى السوريين والعراقيين لأنهم مثلنا أناس أسرى وفي هذا الخصوص لا يوجد لهم رأي أو حتى حق في الكلام لأنه طبعا كل الدول الإسلامية والعربية كانت تحت الاحتلال الفرنسي أو البريطاني وقتها تخيلوا بعد كل هذه العروض السخية مصطفى كمال رفض هل هناك حاكم في العالم تأتيه شعوب أخرى وتقدم له الولاء وتتوسل إليه أن يقبل بأن يكون حاكما لها ثم يرفض أخيرا قطع مصطفى كمال على الجميع طريق أحلامهم وبعد خمسة شهور فقط على استلامه منصب الرئاسة في 24 مارس 1924 أعلن أن تركيا الجديدة ستكون جمهورية على الطراز الأوروبي يعني على طراز الإعداء الذين حربتهم تركيا العثمانية وأصدر قرارا بإلغاء الخلافة أما الشعوب المسلمة والعربية التي جاءت لتبايعه سلطانا عليها وتطالبه بتحريرها من الاحتلال المباشر فتركها لمصيرها والعرب سواء للقوميين المثقفين أو البدو الجاهلين ممن تحالفوا مع الغرب الكافر ضد العثمانيين للأسف وجدوا أنفسهم تحت رحمة المحتل الذي غدر بهم والمصيبة أنهم كانوا بلا جيوش ولا دولة ولا كيان مؤسسات ولا نظام عسكري ولا اقتصادي ولا أي شيء حربون به سوى البنادق والاحتلال ما خرج بعدها من هذه البلاد إلا بعد ما وضع أنظمة حكم علمانية مماثلة لنظام مصطفى كمال أو أسوأ منه كانت الشعوب المسلمة المطحونة والرازحة تحت الاحتلال والتي خرجت للتو من حرب طاحنة كانت مستعدة تماما لتلقي الصدمة تحدثت سابقا عن مصطلح العلاج بالصدمة في حلقة من برنامج الإلحاد غير البري وتحت نفس هذا المسمى أرى أن ما حدث للمسلمين في تلك المرحلة هو صدمة سقوط الخلافة وتحت تأثير الصدمة كان هناك من يسابق الزمن ليضع الحكم الإسلامي والشريع الإسلامي وإخلاق الإسلام في المتاحف وقبل أن تستيقظ الشعوب المقهورة من تلك الصدمة مصطفى كمال كان ينفذ الخطة في عاصمة الخلافة المنهارة والاحتلال الأوروبي المباشر كان ينفذ بقية هذه الخطة في بقية الدول المسلمة ولبل لا يزال يبرر لمصطفى كمال إنهزام ميتو نحو الغرب عليها أن يعيد قراءة معاهدات سيفر والوزان الدولة العثمانية لم توقع على شروط تجبرها على أن تصبح دولة غربية حارب الإسلام لم تكن معاهدات الاستسلام مذلة كالتي أجبروا اليابان على توقعها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وحولوها إلى الدولة غربية صحيح أيضا أن حلفاء المنتصرين أرادوا أن يذلوا العثمانيين والألمان بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى ونهبوا خيراتهم لكن لاحظوا كيف أدت هذه الهزيمة المذلة في ألمانيا إلى شعور شعبي عارم بالقهر استغله هتلر بعد عقدين فقط وصعد به إلى السلطة وحول هذا الشعب إلى وحش هائج لا يكادش بهه في التاريخ سوى شعب المغول وحتى خرج هذا الشعب ليحتل كل إمبراطوريات العالم العظمى في الحرب العالمية الثانية أما مصطفى كمال وعصابته كان دورهم هو العكس تماما وهو تطبيق الإذلال الخارجي في الداخل لمحاربة ثقافة هذا الشعب ودينه هتلر كان يبحث عن أي أسطورة في التاريخ أو في العلم المزيف ليثبت لشعبه أنهم الشعب المختار المتحدر من سلالة الآريين الأكثر تطورا في البشرية أما مصطفى كمال فما أنه كان قوميا فعلا لكن كان دوره هو تحطيم العامل الوحيد الذي كان يعتز به الشعب التركي والذي تمكن به من إسقاط الإمبراطورية البيزنطية العظيمة وفتح نصف أوروبا وهو الإسلام هو نفسه اكتفى بشعارات البطولة على اعتبار أنه حقق إنجازات في الحرب وأجبر الشعب على التغني بها أما الشعب نفسه فيجب أن يخنع ويتبرأ من دينه ويقطع الصلة تماما بتاريخه ولو أنه فعل مثل اليابان لكان أقل سوءا اليابان مثلا قابلت بالهزيمة العسكرية ولم يتحول الألم لديها إلى حقد مثل الألمان وحولت طاقاتها التي كانت بخصصة للصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا وتحول طموحها من النفوذ السياسي واحتلال دول الجوار إلى طموح اقتصادي يعني لما كان الأوروبيون المنتصرون مشغولون بمواكبة التطور العسكري كانت اليابان في المقابل تسبقهم تكنولوجيا في كل شيء أما مصطفى كمال فلا هو استعاد كرامة الشعب المهزوم مثل ما فعل هتلر ولا حرضه على إثبات نفسه في ميدان المعرفة والتكنولوجيا مثل اليابان هو تحول فقط إلى أداء بيد المنتصر لتدمير الإسلام في بلده ولو كانت عاصمة الخلافة محتلة بشكل مباشر مثل دمشق والقاهرة وغيرها ما كان الاحتلال سينتقم من الإسلام بنفس تلك الطريقة التي فعلها الشخص اسمه مصطفى كمال للأسف مصطفى كمال كان يسابق الزمن لفك الارتباط بين الشعب التركي وتراثه الإسلامي الذي بناه العثمانيون طوال ستة قرون وإليكم بعض الأمثلة للقرارات المجحفة التي كانت تصدر تباعا في عام 1928 صدر قرار تغيير الأبجدية من الحروف العربية إلى اللاتينية كي يصبح الجيل الجديد عاجزا عن قراءة أي نص عثماني قديم وأيضا بالضرورة عن قراءة أي نص عربي وخصوصا القرآن الكريم وأطلق مصطفى كمال حملة سماها الثورة الحرفية لمسح كل نص مكتوب بالحروف العربية وربما لن تصدقوا أن عقوبة الذين كانوا يستخدمون الحروف العربية وصلت إلى حد الإعدام ومن شدة أعداء العلمانيين للإسلام والإرث العثماني كله أطلقوا مشروع بيع أرشيف الوثائق العثمانية لمن يريد على أنها ورق يعاد تدويره وكان سعر الكيلو ثلاث قروش فقط قررت بلغاريا الدولة المجاورة أن تشتري خمسين طن من هذه الأوراق ولم تكن تعرف ماذا فيها؟ اكتشفت لاحقا أنها اشترت مليون ونصف المليون وثيقة وفيها كل التاريخ العثماني الحديث فاحتفظت بها لأنه كنز لا يقدر بثمن تخيلوا مثلا أن الفاتيكان مؤخرا اشترى بعض هذه الوثائق من بلغاريا لأنها تتعلق بتهجير المسيحيين أرمان مقابل الملايين تخيلوا سخف العلمانيين عندما يملأهم الحقد إلى أين يصل فبماذا يختلف تصرف هؤلاء الضباط المثقفين عن تصرفات مسلحي داعش الجهلة عندما نقلت كل وسائل الإعلام صورهم وهم يكسرون تماثيل العراق من القرارات الحاقدة أيضا منع الأدام باللغة العربية إغلاق مدارس الأئمة والخطباء إغلاق آلاف المساجد والزوايا الصوفية والمؤسسات الدينية الوقفية منع الحجاب على النساء في المؤسسات الحكومية وإجبار الرجال على لبس البرنيطة الأوروبية تغيير المناهج التعليمية لتصبح غربية بحتة العطلة الأسبوعية صارت السبت والأحد نفس عطلة اليهود والنصارى اعتماد التقويم الميلادي بدلا من الهجري اعتماد قانون العقوبات الإيطالي والقانون المدني سويسري حتى الأسماء الإسلامية صارت محرمة المسلم التركي الذي يريد تسمية ابنه بمحمد صار مجبورا على تحريف الاسم يصبح مهمات تخيلوا وعشرات القرارات الأخرى التي توجت بإدراج مبدأ العلمانية في الدستور عام 1937 وكل هذه الإجراءات التعصفية حدثت خلال أقل من 15 سنة فقط تخيلوا صدمة الشعب التركي الذي كان يرى هذا الانقلاب الهائل أمام عينيه في مدة زمنية قصيرة وبالمناسبة مصطفى كمال كان نموذجا للإسفاف الصريح بعد انتهاء مرحلة النفاق كان يطبق العلمانية والانسلاح من الدين ومحاربته بنفسه زوجته المحجبة كانت أول إمرأة تخلع الحجاب في الدولة وسرعان مقتدت بها زوجات المسؤولين ثم انتشر السفور في كل الدولة وكان مصطفى كمال يصر على الرقص مع زوجته في كل المناسبات وأمام الكاميرات وبعد أن كان يخطب الجمعة كما قلنا في البداية لم يعد يراه أحد يصلي بل أغلق آلاف المساجد وبناته 13 حيادهن من بعده بلا حجاب وأشهرهن صبيحة كوكجين التي كانت أول كابتن طيار إمرأة في تركيا وأطلقوا اسمها على مطار إسطنبول الآسيوي الآن لو نظرنا لواقع العالم في تلك المرحلة من زاوية أعلى سنجد أن معظم الشعوب بعد أول حرب عالمية كانت مستعدة لاستقبال موجة ما يسمى بإرهاب الدولة الشعوعية بدأ تطبيقها عمليا في روسيا والصين وغيرها الفاشي المتطرفة التهمت إيطاليا والشعب المتحضر المثقف بدأ يصفق لمجنون اسمه موسوليني النازية أيضا صعدت في ألمانيا بعد فترة وجيزة وهتلر تعلم من موسوليني كيفية استغلال الديمقراطية للتحول في زمن قياسي إلى دولة شمولية إرهابية فرانكو في إسبانيا طبق نفس المبادئ وكان صديقا لهم عمليا أكثر من نصف أوروبا كان يرزح تحت أنظمة ديكتاتورية رهيبة وصارت معظم دول العالم مسرحا لأبشع عمليات القمع ولكنه كان قمعا ممنهجا تستخدم فيه أحدث العلوم لتحويل البشر إلى عبيد وحتى لإجبارهم على الإلحاد وعبادة أشكال جديدة من الآلهة باسم التقدم ونبد الرجعية وحتى في المعسكر الغرب الليبرالي الذي لم يعرف الشيوعية ولا الشمولية وكان الشعار المرفوع فيه والديمقراطية والعلمانية والليبرالية ظهرت تأويلات أخرى لتطبيق العلمانية وصار من الممكن تحت مسمى الليبرالية نفسها أن تجبر الناس على التعلم في حياتهم الشخصية وصارت العلمانية بذلك مقدسة مثل الدين تماما وهذا التطرف العلماني للأسف تم إدراجه في الدستور في دولتين فقط فرنسا وتركيا لكن فرنسا لم تكن دولة محورية في الدين المسيحي الكاثوليكي بل هي أصلا مهد الهرطقة والجمعيات السرية الشيطانية منذ قرون لذلك انطلقت منها الثورات إلى بقية الدول الغربية أما تركيا فكانت عاصمة الإسلام والعلمانية الطارئة عليها يعني تخيلوا مثلا أن تتحول الفاتيكان إلى دولة علمانية متطرفة هذا لا يحدث بحراك اجتماع داخلي في العالم الديمقراطي الغربي الجيش دوره الوحيد هو حماية الوطن من إعداء الخارج فقط لكن في تركيا الكمالية العلمانية أصبح دور الجيش هو حماية العلمانية بكل صراحة يعني جيش الفتوحات الذي كان يجاهد في الشرق والغرب لنشر الإسلام وحماية الثغور تحول إلى حرس للماسونية ويهود الدونما والعلمانيين ولم يعد أعداؤهم البيزنطيون والصفويون والصرب والروس والهنجار والبلغار واليونان كما كان في الماضي صار للأسف أعداؤه فجأة هم شريحة ضخمة من الشعب المسلم الذي لا يريد العلمانية بهذا الإرهاب كان مصطفى كمال يريد أن يلحق بالغرب كما يقول تخيلوا إذن حجم النكبة التي تجرعها أجدادنا قبل بضعة عقود فقط في عام 1934 سمى مصطفى كمال نفسه أتا ترك يعني أبو الترك ونص القانون على أنه لا يجوز إطلاق هذا اللقب على أي شخص آخر يعني شوفوا التأله كيف يقنن بعد حوالي سنتين فقط أصبحت العلمانية مبدأ مقدسا في الدستور التركي وهو ما لم تنص عليه معظم دساتير أوروبا وفي عام 1938 تشمع كبد أتا ترك هو عاجز الأطباء عن علاجه وهناك روايات متعددة عن سوء خاتمته على سريره في قصر دون مبهجة بإسطنبول والذي كان من قصور العثمانيين وجاء من بعده من يتابع مسيرة القهر والحرب على الإسلام وقد زرت أيضا في أنقرة ضريحه آنيت كابير وهو من أكبر الأضرحة في العالم لترسيخ صورة الإله الفرد ولو لم أكن أعلم أنه كان ماسونيا لكتفيت بما رأيته من الطراز المعماري الذي يحمل كل حجر فيه بصمة الماسون الذين كانوا يسمون أنفسهم البنائين الأحرار ولبن يريد الاستزادة أحيل إلى مقال الماسونية في موسوعة السبيل وفيه توثيق لزيارة أعضاء المحفل الماسوني الدورية لضريح أستاذهم أتاتورك الرابط تجدونه في وصف هذا الفيديو وهذه صورة لقبر عسمة إينونو خليفة أتاتورك والمدفون بنفس المكان أيضا في نفس الضريح والذي كان لا يقل تطرفا وكراهية للإسلام عن أستاذه أتاتورك وهو تولى رئاسة الأركان ورئاسة الحكومة عدة مرات ورئاسة الجمهورية قبل أن يموت عام 1973 محاولات استعادة تطبيق الإسلام طبعا الكثير من المسلمين الترك لم يقبلوا بالانقلاب على دينهم وتاريخهم ولما أصدر مصطفى كمال قرار إلغاء الخلافة في عام 24 أعلن الشيخ سعيد بيران الثورة المسلحة لكن ما كان بيده سلاح ولا قوة بل مجرد ثورة شعبية عاطفية لذلك لما طلب هو من الشيخ بعديع الزمان النورسي أن ينضم إليه رفض النورسي وقال له هذه الثورة ستدفع الأخ لقتل أخيه يعني حرب أهلية وما أن النورسي رفض الثورة اعتقله العلمانيون ونفوهم على الكثيرين إلى بوردو وظل حوالي 25 سنة يترقل بين السجون والمحاكمات وبنفس الوقت كان يؤلف رسائل النور الشهيرة ويكافح سلميا ضد العلمانية وفي السنوات العشر الأخيرة من عمره أدرك النورسي رحمه الله أن الإصلاح السياسي مستحيل كان واضحا تماما أن ما تمر به الأمة غير مسبوق في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحتى بعد مقتل آخر خليفة عباسي على يد المغول وبعد سقوط القدس في يد الصليبيين وحتى بعد سقوط الأندلس أيضا في يد القشتاليين كل هذه المحا لم تصل إلى مرحلة انهيار الخلافة نفسها كانت الخلافة تغيب في مكان وتبزغ في مكان آخر لكن هذه المرة هي المرة الأولى التي لا يوجد فيها ظهر للمسلمين على وجه الأرض كل بلادهم محتلة وممزقة وعاصمتهم الأستان التي سمها محمد الفادح إسلامبول أي أرض الإسلام صارت للأسف معقلة للماسونية والعلمانية هنا توجه النورسي إلى الإصلاح الشعبي ومحاولة إعادة الإيمان إلى القلوب أو على الأقل مواجهة المد العلماني في المجتمع على أمل أن يخرج جيل جديد يحمل الراية ويستعيد مجد الأمة المهزومة كان هذا في تركيا أما في الدول العربية فكان الصراع ضد المحتل البريطاني والفرنسي كما قلنا ومع أن بعض الدول بدأت تستعيد حريتها فيما سمي بجلاء المستعمر لكن المحتل لم يكن يخرج من أي بلد إلا بعد أن يضمن أن النخبة العسكرية والسياسية والتجارية صارت معلمة ومهزومة حضاريا ومهووسة بالدقليد الغرب وبعد أربع سنوات من قرار إرغاء الخلافة جاء أول تحرك لاستعادة الخلافة على يد الشيخ الشاب حسن البنة في مصر فأسس جماعة الإخوان المسلمين نعم تخيلوا هي نفسها الآن التي صارت مصنفة في قائمة الإرهاب بعدة الدول العربية وليس غربية للأسف وضع البنة خطة عملية لتحضير الشعوب لتستعيد قوتها وكرامتها وتؤسس للخلافة من الصفر وكان يتجول في إنحاء مصر ليؤسس جمعيات شبابية لتكون نوال المشروع ثم انطلقت الفكر إلى الخارج ونشأت جماعات أخرى تحمل نفس الرسالة في بقية الدول الإسلامية بقية القصة معروفة طبعا تم اغتيال البنة وكان لسه عمره 43 سنة ولاحقت الحكومات العلمانية الجماعة في كل مكان وطبعا هناك جدل طويل حول مسؤولية الجماعة عن العنف والاغتيالات في تلك المرحلة ولن نخوض الآن في هذا الأمر لأن لكل طرف روايته لكن اتضح في النهاية أن أهداف جماعة الإخوان كانت سامية وربما وسائلها كانت فيها الكثير من الرومانسية أما الأدوات فكانت ضعيفة للغاية وخصوصا بالقياس إلى أدوات الخصوم سواء الحكومات التي رباها الاحتلال على يده أو الغرب الذي بات يسيطر على العالم كله وهذا ينطبق تحديدا على كل الجماعات التي حملت السلاح سواء من داخل الإخوان أو المنشقة عنها أو المتأثرة برسالتها يبدو أن العرب ما كانوا لسه متحررين من الصدمة ولديهم بقايا العنفوان والعزيمة ولستم بحاجة لتعرفوا والذي انتهت إليه جماعة الإخوان الآن بغض النظر عن أخطائها التراكمية الكارثية الآن الجماعة صارت خارج الزمان تماما وليس فقط خارج المشهد السياسي بعد انقلاب السيسي وأعلانها حركة إرهابية في عدة الدول العربية نعود إلى تركيا بعد 21 سنة من الإرهاب العلماني وحكم الدولة بحزب واحد هو حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك انشق عدنا مندريس وبعض أصدقائي عن الحزب وأسسوا الحزب الديمقراطي متحدين بذلك إجراءات منع الأحزاب شارك في الانتخابات عام 1950 وفاز بأغلبية ساحقة وكان هذا أكبر دليل على أن غالبية الشعب التركي ضد العلمانية الفجة صار مندريس رئيس الوزراء وقام بإصلاحات اقتصادية وكسب قلوب الناس أكثر ثم فاز بأغلبية ساحقة أيضا في انتخابات عام 1954 وفي عهده انضمت تركيا إلى حلف النيتو وأقام علاقات قوية مع الولايات المتحدة حتى ما تدعم أمريكا الجيش العلماني ضده ولكن كل هذا لم ينفعه في عام 1960 بدأ حزب الشعب وجماعة أتاتورك بتحريك الشارع ضد مندريس وخصوصا طلاب الجامعات وكانت أهم الاتهامات التي يرددها الإعلام هي أن الرئيس مندريس يغازل مشاعر الفلاحين الدينية ويحاول إنشاء تيار ديني حتى يخلط الدين بالسياسة ويعيد نظام الخلافة ويطبق الشريع الإسلامية وهذه كلها بالنسبة لهم جرائم هنا تحرك الجيش فورا واعتقلوا مندريس وأصدقائهم للوزراء وأعدموهم في محاكمة شكلية على جزيرة معزولة والشعب لا يعرف شيئا عما حدث هكذا عاد الإرهاب العلماني ليقبع الناس عشر سنوات في عام 1970 بدأ المهندس الشاب نجم الدين أربكان بتحريك المياه الراكدة فأسس حزب النظام الوطني بهوية محافظة نسبيا وتحديا العلمانيين لكنهم قضوا على حزبه بعد تسعة أشهر فقط فعاد وأسس بعد سنتين حزبا آخر سما حزب السلام الوطني وتمكن عمل المشاركة بالانتخابات ودخول البرلمان وفي عام 1974 صار جزء من الاتلاف الحكومي مع حزب الشعب وجماعة التطورك أنفسهم وكان يحاول التحرك بالهامش المتاح له بصفته النائب رئيس الوزراء فقدم مشروع قرار بالتحريم الماسونية في تركيا وفتح العلاقات مع الدول المسلمة ودعم القضية الفلسطينية وإظهر العداء لإسرائيل وكان يحاول بكل خطوة أن يرى إلى أي مدى يمكنه التمادي أكثر لكن يبدو أنه لم يدرك أن إسرائيل خط أحمر ففي عام 1980 تجرأ ودع الشعب للتظاهر ضد إسرائيل هنا قال له الجيش إلزم حدك وقام قائد الجيش كانعان إفرين بانقلاب عسكري جديد وعطل الدستور وحل الأحزاب واعتقل أربكان وجماعته وشهدت الثمانينات موجة جديدة من القمع والإرهاب العلماني هذا الفيديو الأرشيفي تجدون رابطه كاملا أسفل هذه الحلقة وترون فيه كيف كانت المواطنة التركية المحجبة تقمع في بلدها المسؤولة في إحدى الجامعات يحترض أنها على قمة الهرم التعليمي لكن عقلها لا يستوعب سوى أن المرأة إذا كانت حرة فيجب أن تكشف شعرها يعني هل يمكن أن نقول بنفس المنطقة أنها عندما كشفت شعرها وصل فهمها إلى هذا القدر من السخف؟ في عام 1984 تدخلت الدولة بكل جبروتها لتصدر قرارا بحضر قطع القماش عن رؤوس طالبات الجامعات ولم يكن الهدف التضييق فقط على المحجبات بل أيضا لمنعهن من التعليم كما منعهن أتاتورك سابقة من العمل أي حتى يصبح العلم محكرا على العلمانيين فقط وهذه الحرب المفتوحة على غالبية الشعب لا يمكن أن تجدها إلا في الدول المسلمة التي يحكمها أعداؤها للأسف اضطرت حشود من الطالبات المحجبات للسفر إلى الغرب الكافر للدراسة من بينهن ابنة أردوغان نفسه وأيضا طالب في كلية الطب كان اسمها مروى قاوقجي والتي كان والدها من الأساتذة الجامعيين والتي سأعود لقصتها بعد قليل حيث اضطرت إلى ترك بلدها المسلم ومتابعة دراسة الطب في أمريكا دون أن يمنعها حجابها هناك عن العلم والفهم لم يجأس أربكان وعاد بعد ثلاث سنوات لتأسيس حزب الرفاه وفاز بالأغلبية في انتخابات 1996 وصار رئيس الحكومة هذه المرة وانطلق كالصاروخ نحو الدول الإسلامية يشكل تحالفا عالميا معها وكان يظن أنه صارت السلطة بيده ما أنه حاول يتملق الجيش ويظهر لهم أنه علماني وحتى وقع اتفاقيات مع إسرائيل بعدما هدده الجيش من انقلاب جديد كل هذا لم يشفع له عند العلمانيين وبدأوا بتحريك الإعلام والشارع ضده كالعادة ولما أحسب أن الانقلاب سيحدث مجددا قرر أن ينقذ البلد من الفوضى ويستقيل طبعا حل الجيش حزب الرفاه لكن أربكان الذي لا يكل ولا يمل أسس حزبا جديدا وسماه الفضيلة وخاض به الانتخابات مجددا في هذه الفترة عادت مروقة وقجي إلى تركيا وانضمت إلى حزب الفضيلة وترشحت عام 99 للبرلمان بحجابها وفازت وسط ذهول العالم قصتها طويلة يمكنكم أن تقرأوها على ويكيبيديا وأتوقع أن معظم الشباب الذين ولدوا بعد تلك المرحلة لن يصدقوا أن العصر الحديث كان فيه مثل هذا السخف العلماني البرلمان قامت قيامته عندما دخلت النائبة المنتخبة من الشعب قاعة مجلس الشعب ورأسها مغطى بالغطاء الذي ترتديه معظم نساء الشعب يعني لو دخلت القاعة عارية ما كانوا أصيبوا بهذا الجنون البلاد كلها دخلت في أزمة بعد هذا الحدث المدوي بالنهاية اضطرت مروة للعودة إلى أمريكا ومتابعة دراستها في هارفورد أقوى جامعة في العالم أما حكام وطنها فسحبوا منها الجنسية واعتبروها عدوا وحزب الفضيلة نفسه حضروها عام 2001 لكن أربكان المشهور بعناده عاد بعد ثلاث سنوات وأسس حزب السعادة وعاد العلمانيون وحضروه ولما تعبوا هذه المرة حاكموه وسجنوه عمره 77 سنة وظل ممنوع من النشاط السياسي حتى مات في عام 2011 الآن لو أردنا أن نقيم تجربة أربكان فربما لا يختلف إثنان على أنه كان رجلا عظيما وصلبا حتى خصومه سيعترفون له بصبره وجلده وإخلاصه لقضيته ورسالته وحتى آخر يوم في حياته ونحن نعترف أيضا بأنه حرك المياه الراكدة وأحرج العلمانيين وخفف كثيرا من تطرفهم وشجع الإسلاميين أيضا على التحدي وباستخدام الديمقراطية والقانون وصوت الشعب لكنه لم يستطع أن يناور بما يكفي وهنا بالضبط ظهرت عبقرية العضو الشاب في حزب أربكان رجب طيب إردوغان مع مجموعة من زملائه كيف تجاوز أردوغان فشل أستاذه وتعلم منه ليحقق ما عاجز عنه أربكان ومندريس والنورسي والبنة وكل الذين حاولوا في أنحاء العالم الإسلامي سواء بالعنف أو بالسياسة أعلم أنكم متشوقون لمعرفة الجواب ولكن أعلم أيضا أني أطلت عليكم فحتى لا أكون ثقيل الظل سأؤجل الجواب إلى الحلقة القادمة فانتظروني ولا تنسوا دعوة أصدقائكم للانضمام إلينا ومشاركة هذا الفيديو على صفحاتكم شكرا لكم على المتابعة وعلى الاشتراك أيضا بقناتنا والسلام عليكم ورحمة الله